أهلا وحضركم بالجديد وفقرة ترند الأهلي وهنشوف المحتوى اللي كان موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بخصوص النادي الأهلي نبدأ بعض بحساب اليوم السابع والصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك نشروا عبرز غيابات الأهلي عن نهائي كأس مصر نعد مع بعض بقى الأسماء طاهر محمد طاهر حسين الشحات لويس ميكي سوني محمود وحيد أكرم توفيق عمار حمدي للإصابة كده ست العيبة للإصابة بينما لم يتحدد موقف بيرستاو ومحمد هاني من دخول قائمة المباراة أو استمرار غيابهما تم اللعيبة غايبين عن الأهلي في نهائي كأس مصر أمام فريق نادي الزمالك تعودنا على دس نادي لكن إن شاء الله تقدر اللعيبة اللي موجودة تثبت الوجود ونقدر نكسب هذه المباراة وتبقى بطولة جديدة تضاف إلى سلسلة أو دولاب بطولات النادي الأهلي في مقر الجزيرة طيب حساب الوطن الرياضي بتكلم على نهائي كأس مصر وعنوان بيقولوا فيك نحية فنية يعني سوارش مرعوب من سلاسي الزمالك الخطير ويحذر مدافعي الأهلي على عهدت الوطن يعني وما شايفين إن فيه رعب بس ما فيش حاجة في الكرة اسمها رعب يعني أي أن كان حتى المنافس اللي قدامك يعني حتى لو بتعبوا قدام البرازيل إحنا مصر قبل كده لعبة البرازيل بأفضل النجوم وكسبنا لعبنا إيطاليا وكسبنا يعني عملنا مباراة كبيرة قبل كده قدام منتخبات علامة كبيرة ففكرة كلمة الرعب اللي بتتكتب في العنواني الصحفية بالنسبة لمباراة الكرة ما بتبقاش منطقية ولا عصة لها أي معنى أو هدف سوى أن هي بتبقى الهدف منها بس أنه ياخد إراية أو متابعة أو مشاهدة بالنسبة لمتتبئة السوشيال ميديا لكن هما بتكلموا على مين السلاسي؟ سلاسي الزمالك على حسب وجهة نظرهم يعني أشرب بن شرقي أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري فبيتكلموا على تلات لعيبة ممكن يكونوا دول يعني بيسببوا ألا لكن قبل كده الأهل الليعب قدام الزمالك بالتلاتة دول أو من غير التلاتة دول وإقدر يكسب المهم أنك وانت بتفكر وبتحضر للماتش لازم تبقى عارف نقاط القوة والضعف للمنافس وبتلعب عليها عشان تقدر تكسب هالباب يمصيروا صدوع للجهاز الفني؟ هالسواريش هيعمل جلسات مع المدافعين عشان يقدر يقفل مفاتيح الليعب بالنسبة للتلات لعيبة؟ كل دي أمور أكيد بتبقى منطقية ومش محتاجة حتى الناس تكتبها أو تقولها لذلك ده شغل الجهاز الفني بيحصل في أي مباراة ومع أي فرقة ومع أي جهاز فني طيب نروح لحساب سبورتل 362 مصرية وبتكلموا على الأرقام التاريخية تاريخ الأهل والزمالك في نهايات كأس مصر برأيك من سيضيف لقب جديد إلى خزنته يوم الخميس القادم اللي هو بقرة الآن لعب 52 نهاي كأس الزمالك لعب 48 نهاي أنا قدامي على الشاشة 40 البطل الأهلي فاز 37 مرة الزمالك فاز 27 مرة الوصيف الأهلي فاز 15 أو الأهلي كان وصيف في نهاي كأس مصر 15 مرة والزمالك كان وصيف في 13 مرة وبالتالي عدد مباراة النهايات عشان كده الأهلي 52 والزمالك 40 طبعا أرقام الأهلي أعلى بكتير من أرقام الزمالك دورة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية والجزء اللي كنت أتكلم عليه في البداية أفضل لاعب وأفضل نادي وجواز الكاف اللي هتكون بكرة إن شاء الله في المغرب السلاسي المتنافس على حصد لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا أشرف داري آليو ديانج محمد الشناوي طبعا المنافسة هتبقى صعبة والحفل في المغرب وكلنا عارفين ودادها بطل إفريقيا لكن هنشوف التصويت والأرقام ممكن تكون في صالح مين لكن طبعا الشناوي ديانج أنا شايفهم خارج إطار المنافسة مع أي لاعب أصلا داخل المسابقات الإفريقية على مستوى الأندية في نفس الإطار حساب الاتحاد الإفريقي اللي هو المتعلق بدور الأبطال وكأس الكونفدرالية بيتكلموا على أنها في أداء رائع قدمة في مصابقات الأندية ثلاثة أندية مرشحة لحظ جيزة أفضل نادي في القرى النادي الفائز سيكون طبعا ناديين من المغرب نهضة بركان الفائز بكأس الكونفدرالية الوداد الرياضي الفائز بي دور الأبطال والنادي الأهلي المصري اللي بيشرف القرى المصرية في السنوات الأخيرة على المستوى القرى أو حتى على المستوى الدولي نتمنى أن يكون في حظوص للأهل لكن برضو عارفين الفوز بالبطولة بيدم صحة أكتر للفريق المنافس أنه يكون فائز باللقب أو أفضل نادي آخر حاجة معاه في تريند الآلي حساب كورا بلس بيتكلم على بعض الأمور الجديدة في مسألة العروض اللي بتلقاها بدر بنون قطر القطر يسمعنا الفتر الأخيرة كان فيه عرض ليه أو ما حصلش اتفاق لكن الكلام اللي موجود على حساب كورا بلس أنه فيه عرض جديد من قطر القطر اللي يضم بنون وفيه رد من الأهلي المصدر المطلع من خلال نادي قطر القطر هو اللي قال وكشف أنه سيتم التحرك من خلال تقديم عرض جديد للحصول على خدمات المغربي بدر بنون وسيكون العرض المالي أكبر من العرض السابق بعد الاختلاف حول بعض البنود المالية في المفاوضات السابقة واللي تسببت في تعثر إتمام الصفقة وبسؤال مصدر مطلع بالنادي الأهلي كشف أنه حتى الآن لم يصل النادي أي عروض بشكل رسمي من جانب قطر القطري وحال وصول العرض الجديد سيتم النظر في الموضوع إذن فيه مصدر من هنا بيقول كلام وفيه مصدر من هنا بيقول كلام عكس الكلام الأولاني وبالتالي هي كلها اكتبات صحفية إلى أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي إذا كان فيه عرض رسمي أو إذا كان فيه أي موافقة على بيع أو عارض أي لاعب في الفترة الأخيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين معكم بقى فقرات برنامج التريند